ذكرى رحيل الماسترو ذكرى أفات صالح سليم أجمر بكتير الحقيقة من أقول من أساطير النادي الأهلي ولقب الماسترو الحقيقة اللي باستحقه اسم صالح سليم عن جدارة واستحقاه يمكن تكون ما تفرجتش بس ما استمتعتش بواحد من أفضل العيبة اللي جون في تاريخ النادي الأهلي وجون في تاريخ مصر يمكن تكون معايشتش فترة ترقص فيها صالح سليم كان النادي الأهلي يمكن تكون ما تعرفش كتير عن اسم صالح لكنه يبقى وعنديش شك انه الملايين النهاردة اللي بتشجع النادي الأهلي وتقف في ظهره تعرف كويس جدا قيمة صالح سليم وتعرف كويس جدا البصمة اللي تركها صالح سليم في كل المراحل اللي ارتبط فيها اسم صالح باسم النادي الأهلي بداية من دوره طبعا كلاعب وكابتن للنادي الأهلي حدثه على حرك طبعا أرقام أسرية يمكن منها اللي ما تكسرش لغاية النهاردة يعني بنتكلم طبعا 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها بنتكلم على 8 بطولات كاس بنتكلم على لاعب صاحب رقم تاريخي طبعا بتزييله 7 أهداف في مباراة واحدة وأعتقد الرقم ده ما حدش حققه على مستوى قارة أفريقيا كلها مش بس مصر يمكن تحقق في أوروبا لكن في مصر ما فيش غير اسم صالح بس فقط هو اللي حقق الرقم ده لكن الحقيقة قصة صالح مع الأهلي مش مجرد أرقامه بطولات ومرحلة الأهلي في عهد صالح سليم مش مجرد مرحلة للرئيس تولى المسئولية وقدر يحقق قبل ما يحقق يحدد بصة الاتجاه ويحقق الحقيقة نقل عظيمة جدا للنادي الأهلي أعتقد أن التتويج كان البصمة الكبيرة جدا بتحقيق واحد من أهم ألقاب النادي الأهلي على مدار أكتر من 100 سنة ولقاب طبعا نادي القرن الأفريقي اللي تسلم صالح بنفسه جايزته في جوهانسبيرغ ولكن الحقيقة بشوف واحدة من أكتر الحاجات اللي سابها صالح في تراثه وفي مشواره مع النادي الأهلي حتى لمن أتوا بعده من رؤساء هو المنهج والأسس من خلال مواقف كتير جدا أرساها صالح سليم وأصبحت قواعد أساسية بيمشي عليها كل من تولى المسئولية وصولا حتى الكابتن محمود الخطيب اللي بترقص النهاردة النادي الأهلي واللي كان طبعا بداية مشواره الإداري مع الكابتن صالح سليم كعضو المجلس الإدار فأعتقد الحقيقة أن اسم صالح وإن رحل هو عن دنيانا سيزل بقيا دائما وأبدا كواحد من أهم الأساطير في تاريخ النادي الأهلي وواحد من أهم الأسماء في أولوج كل الأهلوية الإِمَofِيْسَوَإِجَوَاسْتَ won